كما يحدث حاليا في كل مدن العالم يتفشى فيروس كورونا في مدن العراق ويتمدد فيه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب غير أن الأمر في العراق يختلف فالحكومة عاجزة عن مواجهة هذه الأزمة حتى في مراحلها الأولى فكيف بها إذا وصلت الذروة ما الدولة المفروضة تكون جازة هذا حتين يحتياني يحتي مواطن اللاغ هذا يقول حتاية هذا الشعب هسه لا يطن دال الشعب يتكافأوا وياهم ويتكاتفوا وياهم ويسوي المستحيل ما قويتي حكومة تعجز عن شي سرير ولا شي ابن البصرة سوى جهاز والتنفس اللي هم دا يستوردوا ب40 ألف دولار سواب ألف دولار فالكوادر العراقية الموجودة الشرفاء الموجودين ما يخلون من العراق في سياق مواجهتها لفيروس كورونا فرضت الحكومة حضرا للتجوال بصفته وسيلة لمنع تفشي الفيروس بصورة أكبر غير أن كثيرا من الناس لم يلتزموا بتطبيق الحضر بسبب احتياجهم لعمل الذي يوفر لهم بالكاد قوة يومهم طبعا هذا العامل الذي يشتغل بيوميته شلون يعني لازم الدولة تنظر بهذا الموضوع اللي يعده بالله اللي يعده راتب دا يستلم راتبها سيف تحولهم المصارف ودا يشتغل الأمور وياه بس اللي قاعد ويوميا وعده جهال وعده إيجار شلون هذي ولا غرابة في الأمر فنسبة الفقر في العراق تتصاعد والاقتصاد العراقي يواجه خطر الانهيار بعد الهبوط الحات في أسعار النفط الذي يوفر أكثر من 90% من الدخل القومي أما الحكومة فهي كما يرى الناس أكيد الحكومة بجيها والسعب بجيها الحكومة بجيها والسعب بجيها لأنه السعب لا يريد الحكومة ولا الحكومة عائرة همية للسعب هي إذن أزمة كاشفة عن مدى ما وصلت إليه الطبق السياسي الحاكم في العراق من انفصال عن الشعب وتطلعاته نحو مستقبل أفضل أزمة ربما تصل تداعياتها عالميا إلى تفكك اتحادات سياسية وانهيار حكومات قوية فهل سيكون العراق بعيدا عن تلك التداعيات؟